مرحبا جميعا عدنا بحلقة جديدة من البس المباشر twitch.tv slash 1gengen1 عم نسجلكم مقطع هون على اليوتيوب هذا المقطع هو بلعبتكم اللعبة المفضلة لبعض كثير من الناس في ناس تقول كلاش رويل خلاص ماتت راحت رجعت كلاش رويل قد تأثرت شوي بالأوقات الأخيرة وتعرفوا في عنا اللعبة الجديدة اللعبة Brawl Stars اللي نحن كتير حم نعمل له مقاطع ونعمل له اشياء ونعمل له بسوس بس كلاش رويل بتضل الى ناسا شيكت انا حوالي 80 مليون اكتف يوزر بس ما شرط يكونوا اكتف نو كل يوم ممكن كل اسبوع بلعبوا جيم بس حول العالم في 80 اكتف 80 مليون يوزر وكسور يعني بقى اكيد الله بتستاهل اللعبة ليش لا وخصوصا مع هالتحديث التحديث الجميل جدا تحديث جميل جدا زهر على كلاش رويل تحديث النجوم الاشياء الكتير اللي صارت بهذا المقطع هنعمل كذا الشغلة وحنطور اول تطوير النجوم وخليكن انتو تختاروا شو ننطور وشو ننعمل ومسابقة بسيطة كمان عم فكر ساوية شوية جواهر للمشتركين عم فكر مبارف حسب التفاعل بس اول شغلة بدي اقوله يا اصدقائي صلي زمان مش هايفكم بقى هنا نحكي شوين سولف مع بعض شو اخباركن في ناس معنا بالبس المباشر كمان طبعا معطيهم تحية كبيرة كمان بكلاش رويل بذكر انو الكلان تبعنا حيرجع اكتف سوهو فيه وخمسين تسعة واربعين بس هنقيم منهم كل الناس اللي ان اكتف طبعا فيه ناس بتقولي عمر شو بردان انت كتير برد عندك بالاسكيمو هذا هو زي عمر الرسمي حاليا لما يكون بردان لانه بصراحة بيتي بارد يعني بقى هذا الشي شوي بيدفي بس صراحة سوريا مالة متجمدة بالعكس فيه بلاد برد اكتر بس انا بيتي بارد بقى هذا هو سبب ان كتير تحصوني بردان طبعا بي كمان بنا نذكر انو نحنا عنا يوميا مقطع بقناة اليوتيوب بالساعة واحدة بتوقيت سوريا او تنتين بتوقيت السعودية طبعا في كل بلاد فينا نذكر ووقاتهم بس السعودية هي اتنين ستين بالمية من المشتركين بقى خلينا نعتمد كوقت تنتين بتوقيت سعودية بالوقت الحالي عم نعمل بس مباشر كلهوم الساعة سبعة ونص مساءا بتوقيت سعودية على اليوتيوب او على التويتش ازا ماكان موجودها على التويتيوب اكيد على التويتش ازا ماهار common تكون موجودها على التويتش روت في التس كريبشن اطلالي ازا حابين نبكر بالوقت اذا بعد كلا هذا اول بطاقة بدي طورو بالنجوم اا فكر وهي البطاقة العظيمة القوية الاسطورية 어 الغولم. إذن الغولم نطوره 1 بالستارز. ومثل ما له ظاهر على الشاشة أنا معي 9500. بدي منكم أنتو تحددوا بالكومنتات. حابين أني أنا طور أي بطاقة برأيكم بستاهل التطوير ولا برأيكم مكس الغولم. قريباً هجيب هالستارز يعني مو كتير بعيدة عنها. سؤلوا لي أنتو شو رأيكم وعلى أساس هذا الموضوع بنشوف. نفتح بشكل كتير سريع هادول اللي نشوف إذا فيون شي ما فيون شي. آآ بنعمل بطل عامل أنا حروب بالكلانات. الفايتات الكلانات. إذا بتكون الفايتات حد بالكلان مرة جاءة إعرضها إلولي. آآ كمان عم فكر ساوي بطولة كلاس رويا إلولي إذا حابين نعمل بطولة ولا لا بس مباشر. ياريت كل هذا تكتبوا لي. آآ طبعا بالنسبة للمسابقة اللي عم فكر ساوية. آآ ما بعرف حسب التفاعل بس المسابقة اللي عم فكر فيها هي إني لما فوت على المقطع آخر كومنت مكتوبة على المقطع آآ يربح معنا بطاقة آآ عشرين دولار بلعبة آآ كلاس رويا بها البساطة. وإذا في تفاعل كتير ممكن نعمل كمان آآ خربطت كتير خربوطة كبيرة الزاب انقذتني انقذتني الزاب آآ أو ممكن كمان نعمل منيح لحقنا حالنا يا لطيف آآ لو ما عملت الزاب كان كرات النار يرا واحد للمينيونز آآ آآ إذا آآ آآ هاي هي هي المسابقة آآ 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 أول تكون انت آآ آخر كومنت فيك تحت كواواقات قد ما بدك آآ 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 بس لما نعمل الصحب تكون آخر كومنت وأذا فيها حماس كتير نعمل آآ آآerei آآ 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 آآcri ك��니ه وازا في آآ 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 ac كبيري على البس المباشر نعمل بطاقة لايف قدام قدامكم من في قص 32 بآآ آآ ما بعرف اذا انتو من محبين القولم ولا لا بس انا بلاقي القولم على مرة تاريخ بكلاش رويال هو اعظم تانك يعني انا بهيك بالنسبة لي بحبه وفيه ناس بتحب اللافا فيه ناس بتحب الجاينت يعني تنوية وتشكيلة وبلوقت الحالي اخدنا منها الخصم التاور الاول تبعه ومنقله باي باي يا حبيبي باي باي شو عم بساوي ما بعرف اه ما انو هم بساوي هيك بنامل هيك وما في داعي نستعجل ابدا هو يمكن اخط اكسبوه هلا ما بعرف اه لنشوف التاور بيدبر حاله ضد هلكم سكيلة وفيه ناس عم تشاهدني كمان اذا انت بستعمل الفيسبوك فيك تضيفني على الاحساب بس فيسبوك عمر عمر 2 هيك اسمه الاحساب اه كمان رابط بعتقد موجود بصير فيك تشوفني بقى المباريات بس اه يعني بالوقت الحالي والله هي هاجم علينا هجمة كتير قوية ما العرفان صده ولا اه ركز على الهجوم بس اه حركز شوية اه يعني التاور تقريبا مراح لانو عم فكر انو هلا انا زي عملت هيك هو شو هيعمل اه حيعمل ارز يا ترى نعم ارز اذا هون الويزرد يمكن يخلص التاور يمكن يخلص التاور لانو صعب كتير انو يوقفو اه بهي الزاوية اللي انا نزلتو فيه وخلاص معت في عنده شي منقله باي 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 يا حبيبي بي باي باي عيوني ويلا هحط القولم هون هجومي شوي مشان كمان يدعم المينيون شوف ما احلى كمان القولم لما ينزل اه كيف يعطيك هاللون الدهبي لما ينزل شي حلو شي ظريف ومنضرب الاروز بوكي بوكي هناك جميل اذا اهاي كانت الفايت كنا الان المباراة الاولى كانت تفوز ما كانت كتير صعبة وكمان في عنا اذا بنربح مباراة تانية من فوز كمان بدي اشكر كل الناس اللي هم تجي على بسوسنا السابقة ان كانت على بسوسنا بالتويتش هلأ اللي هي هلأ موجودة العالم او اللي هم تجي على بسوس اليوتيوب لو بقدرتي انا والله كنت امتلكون كل البسوس تويتش ويوتيوب بس مو دائما بقدر اعمل هاي الميزة صعبة شوي علي وكمان بدي اقلكن انه انا مشتاق لجمهور كلاش رويا ما عارف اذا انتم مشتاقين لي ولا لا نستمجدني هلأ بالتسجيل بس انا مشتاق لجمهور كلاش رويا وحب ذكره وقل له رحنا بالبسوس مباشرة اكتر شيء منركز بشكل مين لي هلأ خصوصا ببسوس اليوتيوب على برول ستارز لانه برول ستارز هي هلأ يعني وقتها هذا هو وقتها ولحنا من زمان لابناها وقت البيتة كتير وبتحمسين لها متحمسين لنشوف شو هيصير باللابة وصدور اللعبة حيكون ب12 شهر قرب كتير اه طبعا انا متحير ما اللي عارفان يوم صدور اللعبة شو اعمل بالبس اعمل بس كتير كبير ولا اه لا ما بعرف هالحة ما اسكن انتو هو اللي بيخليني قرر يعني انا اعمل بس كتير اه يعني اه كبير عشر ساعات عشرين ساعة عشرين ساعة عشرين ساعة ما بعرف شو هو ممكن يكون ولا اه لا الناس حتى يمكن لهلأ ما اقتنعوا ببرول ستار او ما حبوها اه انا دائما بقول لهم للشباب جميعا نصيحتي لا تلزقوا بلعبة واحدة فقط يعني ما تخلوا لعبة واحدة فقط هي اللي اه خلص ما تلعبوا غيرها لانه هذا ما بيخليك تستمتع باللابح بيجيك يوم وبتمل منها هاي هي الفكرة انا هادا الالكترو شو بدي ساوي فيه ما بعرف ما حادر ساوي له شيء اوكي ما حادر ساوي له شيء اذا اه بالوقت الحالي الف وتسامية ب الف ومئتين تاوراته انا عندي التاور اليساري جريح نزيف اه قتيل ما بعرف شو بدي ساوي ما بعرف شو هيعمل اه بحط الاكسر على اليمين مشان الفايربول اكيد ما تضرب لي التاور لانه اه ما من مصلحتين هو تضرب لي التاور هادرب اه غولم على اليسار وبدي يبعد شيء على اليمين وهو استعمل الفايربول هو اكيد هيخلي التاور اليساري هادا شيء اه مالنا يعني اه شيء مصدمة لقلنا او مفاجئة هاي الشغلة كانت متوقعة بس هعمل له خدعة اه مينيون مع اه ميجا مينيون لاشوف شو بيعمل وزاب هون وهلأ هشوف شو بيعمل ازا هلأ ببعت المينيون هورد على اليمين وما بعرف ازا عنده حل لقلن ولا لأ تعالوا نشوف اليمين الهجمي تبعي كتير قوية اخدت له التاور نعم اخدت له التاور وهلأ صفت اللعبة لعبة التاور اليساري على التاور اليميني اه تاور اليساري على تاورنا اليميني وقولم جديد بنزله من هون اه عشر ثواني بيخلص الوقت الفعلي للمباراة منيونز من هون وزاب هيك اوكي very good اروز ويزرد هجومي هاد الوزرد هو اللي ده يخلص التاور المفروض يلا يا وزرد يلا يا وزرد اضرب خلص ضرب الويزرد خلاص هي هي الويزرد يا حبيبي بيضرب بيده كل ضربة بتحسها فير بول ما معقول ما له طبيعي ابدا الويزرد اه شي رهيب شي عجيب شي قوي وفتحنا الكراوني تشيس طيب اه ما بدي كتير يكون مقطعنا هادا طويل لانه انا حاب اعرف انتو شو بتكون بكلاش اه رويا لحنا كل يوم عنا مقطع على اليوتيوب بس مو شرط يكون ممكن يكون اي لابة من الالعاب التانية اه هاي طلع عنا الليجندري خلاص باينة ما هيطلع عنا الليجندري بقى مشان هيك اقولولي اه شو حابين ما تنسوا تعملوا لايك شير و اه تشتركوا بالقناة وازمانكم اشتركين يا ريت فعلوا الجرس كمان هذا شغلة تانية لانه اليوتيوب ما بيع حط لنا كتير اه تنبيهات وخصوصا انه لحنا عنا محتوى منوع اه بشوفهم قريبا ان شاء الله كما كون عمر اول جن جن وان شاء الله تكونوا استمتعتوا وما تنسوا البس المباشر ازا هادا الانزام تشوفوا الفيديو بنفس يوم الفيديو يعني اليوم اه اليوم نزل الفيديو الساعة انتين توقيت السعودية البس مباشر ساعة السبعة ونص بقى خليكن هوني خلينا نشوفكن ومنحكي مع بعض اكتر ومنتفق على خططنا وشو بننساوي وسلام اشتركوا في القناة